تؤكد مصر دوما على أن علاقتها مع السودان تاريخية وتقليدية مع جميع الكينات السياسية المختلفة في السودان حيث التزمت مصر الحياد مع طرفي الأزمة على اعتبار أن ما تشهده السودان هو صراع داخلي وتجري اتصالات مع أطراف الأزمة السودانية من أجل أعادة الهدوء وضبط النفس ووقف الأعمال العدائية الشقيق وقت الضيق هكذا هي مصر مع أشقائها دوما وعبر التاريخ ومنذ الساعات الأولى للأزمة في السودان لم تتخلى مصر عن دورها فدعت وحثت الأطراف على وقف إطلاق النار حقنا للدماء وحفظ لوحدة وسلامة الأرض وسريعا بدأت التحركات المصرية حيث أجرى وزير الخارجية سامح شكري جولة مكوكية إلى تشاد وجنوب السودان حاملا رسائل من الرئيس عبد الفتاح السيسي لنظرائه وذلك في ضوء إدراق الدولة المصرية الواسع لأهمية احتواء الأزمة السودانية والدور الكبير الذي يمكن أن تلعبه دول الجوار للسودان ترجمت مصر أيضا حيادها على أرض الواقع وعدم الانحياز لأي طرف على حساب الطرف الآخر وذلك من خلال تواصل المسؤولين المصريين مع طرفي الأزمة حيث أجرى وزير الخارجية سامح شكري اتصالات هاتفية مع كل من الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني والفريق أول محمد حمدان دوكلو قائد قوات الدعم السريع حيث طالب بالوقف الفوري لإطلاق النار حفاظا على مقدرات الشعب السوداني الشقيق وإعلاء المصلحة الوطنية العليا وإيمانا منها بدور الجامعة العربية في حفظ أمن واستقرار المنطقة دعت مصر لعاقد اجتماع طارئ حول الأوضاع في السودان على مستوى المندوبين الدائمين والذي دعا إلى الوقف الفوري لكافة الأعمال القتالية دون قيد أو شرط وتعزيز الالتزام بالهدنة سعيا نحو عدم تفاقم الأوضاع الإنسانية والمعيشية للشعب السوداني والحفاظ على مكتسباته وسلامة الدولة السودانية ومؤسساتها ومنشآتها وخلال اجتماعات الجامعة العربية على مستوى القادة بجدة حرصت مصر على أن يكون السودان حاضرا في مناقشات ومباحثات القادة انطلاقا من التأثير الكبير للأزمة السودانية على دول الجوار والمنطقة العربية ككل وقد جاء السودان في صدارة بنود البيان الختامي للقمة إيمانا من مصر والقادة العرب بخطورة هذه الأزمة وبحثا عن التهديئة وتقريب المسافات بين الأطراف السودانية استقبلت مصر مالك عقار نائب رئيس مجلس السيادة السوداني الذي أطلع المسؤولين بمصر على موريات الجهود الرامية لتسوية الأزمة وعلى النحو الذي يحافظ على وحدة وتماسك الدولة فضلا عن سبل التعاون والتنسيق لإيصال المساعدات الإنسانية وتقديم الإغاثة مشيدا بالمساندة المصرية الصادقة والحثيثة للحفاظ على سلامة والاستقرار السودان في ظل المنعطف الحرج الذي يمر به ولم تتوقف تحركات مصر حيال الأزمة عندما سبق فقط بل تواصل مصر دعمها ومساندتها للأشقاء السودانيين من خلال استضافة مؤتمر قمة دول جوار السودان وهي القمة التي تعكس سعي مصر الحثيث للتوصل إلى تسوية سلمية للأزمة مصر كانت وستظل دائما سندا وعونا لسودان الشقيق خصوصا خلال الظروف الدقيقة التي يمر بها أخذا في الاعتبار الروابط التاريخية بين الشعبين والمصلحة الاستراتيجية المشتركة التي تجمع البلدين الشقيقين